بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بحل دل لغة الاتمية باكالوريا 2012 علوم تجربية كما أنصح بها العلوم التقنية الرياضي والرياضي وشعبات العلوم التجربية لأن لهم نفس البرنامج فيما يخص هذا المحور إذن ننطلق على بركة الله في السؤال أول قال لتكن دل أف المعرفة على المجال لاحظوا المجال الذي أعطي لنا الدل فيه المعرفة هو من ناقص مال نهاية إلى الصفر مفتوح كما يلي بالعبارة التالية العبارة التي أعطيت لنا هي F لإكس تساوي لنا إكس زائد خمسة زائد ستة في لغة الاتم إكس على إكس ناقص واحد هذه هي عبارة الدل أبناء الآن ننطلق قال سي أف تمثيلها البياني السؤال الأول قال أحسب لما الإكس يؤول إلى الصفر بقيم ماذا؟ بقيم أقل نتابع جيدا ثم نفسر النتيجة هندسيا إذن هذا هو السؤال نتابع جيدا لو نعوذ تعويذ مباشر أبناء يعني كتعويذ فقط لو نعوذ هنا نجد هنا الصفر وهنا الصفر وهنا الصفر معناه هذا لا يهمنا تصبح هنا خمسة زائد ستة في لغة الاتم سفر على ناقص واحد وتعطي لنا ماذا؟ خمسة زائد ستة في لغة الاتم سفر على ناقص واحد وهو صفر وهذا غير موجود في الرياضيات هذه لغة الاتم سفر غير موجودة في الرياضيات أبنائي فقط الآن كيف يمكن إزالة حالة دم التعيين؟ نتابع جيدا أبنائي بكل بساطة هنا إذا قلنا إذن تصبح تساوي لنا لميت ثم نأتي بعبارة الدلة ها هي أمامنا نلاحظوا ها هي عبارة الدلة إذن نقول مع X يقول إلى الصفر بقيم أقل ليس بقيم أكبر كما يعتقد البعض هنا أبنائي ماذا تقول القاعدة؟ عندنا بعض القواعد حول الدلة اللغة الاثمية تقول لاحظوا جيدا لان A على B تساوي حيث A و B أعداد حقيقية تساوي لنا لاحظوا جيدا لان أركزوا أرجوكم لان القيمة المطلقة لأ ناقص لان القيمة المطلقة لB حيث A و B لاحظوا A و B لهم نفس ماذا؟ نفس الإشارة يقول أحدكم كيف يا أستاذ؟ نعطيكم مثال لو قلنا لغة رتمة ناقص 4 على ناقص 2 هذه موجودة أبنائي اللي هي لغة رتمة ناقص مع ناقص تصبح زائد كما هي كذلك لغة رتمة 4 على 2 بما أنهم نفس الإشارة مع تصبح القيمة مجابة كذلك هنا بما أن الإشارة هنا ناقص وهنا ناقص فتصبح قيمة مجابة أما إذا قلنا لغة رتمة ناقص 4 على 2 لا هذا غير موجود أبنائي في الرياضي هكذا حتى أقرب لكم المفهوم معناه هنا يمكن لنا كتابة هذه العبارة أبنائي بأبسط طريقة تصبح تساوي ماذا؟ خمسة نتركه لا يحدث لنا شيء زائد خمسة لا يحدث لنا شيء زائد ستة في لغة رتمة لاحظوا القيمة المطلقة هذا العدد إذا قلنا هذا هو A وهذا هو B تصبح لغة رتمة ماذا؟ X القيمة المطلقة ل X ناقص لغة رتمة القيمة المطلقة ل X ناقص 1 كما أشير هنا هكذا أبنائي مع X يقول إلى الصفر بقيام أقل ليس بقيام أكبر كما هي وردة هنا في نص التمرين إذا ماذا ينتج أبنائي؟ لو نعوذ الآن يعني يمكن أن نكمل مباشرة تصبح ماذا تساوي؟ نركزوا لو نعوذ هنا بصفر تصبح ماذا أبنائي؟ تصبح لغة رتمة ماذا؟ لاحظوا هنا تصبح لغة رتمة ناقص 1 بالقيمة المطلقة تصبح لنا كم؟ تصبح لنا لغة رتمة 1 لغة رتمة 1 هي الصفر إذا هذه تعطيكم صفر أركزوا أرجوكم هذا العدد يعطي لنا كذلك صفر لأننا نعوذ بالصفر ماذا يبقى لدينا أبنائي؟ يبقى لدينا اللي هو لغة رتمة القيمة المطلقة لx هنا ركزوا نأتي لحساب نهايتها الستة لا يحدث لنا شيء أبنائي يتركوه كما هو تصبح لنا هكذا x يؤول إلى الصفر بقيم أقل لنهاية هذه العبارة لو نأتي الآن ركزوا أرجوكم هنا عندنا شيء القيمة المطلقة لx ماذا تساوي؟ تساوي لنا يأما x يأما اكبر أو يساوي الصفر وإذا كان هنا x أقل أو يساوي الصفر الآن ما معناه؟ معناه نحن نقول إذا أقل أقل لاحظوا أقل أو يساوي الصفر معناه كتابة لغة رتمة القيمة المطلقة لx تأخذ قيمتان أبنائي ماذا يمكن أن تأخذ؟ يمكن أن تأخذ القيمة المطلقة لx إذا كان هنا X أكبر تماما من الصفر لأن هنا مجموعة التعريف يقول أحدكم لماذا هنا أكبر أو يساوي وهنا أكبر تماما نقول هنا يا أبنائي لأن مجموعة التعريف للدلل لغة المية يجب ما يكون ما بداخل البطن ما بداخل البطن يعني هذا الذي يكون داخل اللان يجب أن يكون قيمة ليس مجابة مجابة تماما إذن هنا يصبح لنا هكذا ويأخذ لنا القيمة الثانية اللغة المية ناقس X ركزوا ناقس X يأخذ هذه القيمة لكن إذا كان X أقل تماما من الصفر إذا لاحظوا الآن أرجوكم معناها تصبح لنا ماذا نحن بما أن نحن في هذا الجهة اللي هي أقل تماما من الصفر تصبح لنا تساوينا الليميت ماذا أبنائي لغة رتم ناقس X لما X يؤول إلى الصفر بقيم أقل ركزوا أرجوكم يقول أحدكم لم نفهم يا أستاذ يا أبنائي هنا تم التفكيك لما قمنا بالتفكيك معناها القيمة المطلقة تصبح تأخذ العبارة إما ناقس X وإما X إذا كنا بقيم أكبر إذا قلنا X يؤول بقيم أكبر نأخذ X إذا قلنا X يؤول إلى الصفر بقيم أصغر نأخذ ناقس X احتراما لمجموعة التعريف الآن ماذا ينتج أبنائي لأن هنا الإشكال في هذه النهاية هو الشيء الوحيد الآن أبنائي ما علينا إلا فعل شيء لاحظوا جيدا نقول نضع هذه الناقس لاحظوا ناقس X لو نضعها تساوي T إذن هكذا إذن نقول T يساوي لاحظوا ناقس X حيث لاحظوا جيدا الـ X لاحظوا الـ X يصبح يؤول قلنا إلى الصفر بقيم أقل ما رأيكم أبنائي لو نلاحظ هنا جيدا نضرب هذه كليا في ناقس واحد يقول أحدكم لماذا يا أستاذ سوف ندقيق لماذا أبنائي حتى إذن ماذا تصبح ناقس X يصبح يؤول إلى الصفر لكن بقيم أكبر يقول أحدكم لماذا يا أستاذ لأن المتبينة دور كان هكذا كأنما كانت صفر هكذا وهنا عندنا الـ X لما نضربها في ناقس تتغير المتبينة إلى هذا الاتجاه إلا أنه نحن ماذا قلنا أنه قلنا هذه الناقس X هي نفسها T معناها ماذا ينتج ينتج أنه T يصبح يؤول إلى الصفر بقيم أكبر الآن بقيم أكبر إلا أنه نحن نعلم أن نهاية شهيرة اللي هي لميت لان T لما T يؤول إلى الصفر بقيم أكبر تساوي لنا ناقس ما لا نهاية مثلها مثل معناها لو وضعنا هنا X ليس دائما T المهمة متغير فقط الآن مع معناه معناه تصبح لنا تساوي هذه النهاية معناه تصبح تساوي ماذا أبنائي تصبح تساوي لنا لميت لان T حيث ماذا حيث T يؤول إلى الصفر بقيم أكبر بعدما كان X يؤول إلى الصفر بقيم أصغر يعني هنا تبديل متغير تعطي لنا ماذا أبنائي ناقس ما لا نهاية بهذه البساطة إذن النهاية الكلية لهذه الدل سوف تعطي لنا هنا نكتب ناقس ما لا نهاية فقط بهذه البساطة المطلقة يعني هنا استعملنا أبنائي شيء يسمى تبديل المتغير هذه مثلا طريقة يوجد لنا طريقة أبسط ما هي الطريقة الأبسط لاحظوا أبنائي معناها لو نأتي إلا للعبارة لو نعوذ هنا مثلا قلت بسفر ونعوذ هنا بسفر إلا أن هنا علينا أن نستعمل جدو الإشارة فقط كيف جدو الإشارة معنا نأتي إلى البسط نجعل له جدو الإشارة والمقام نجعل له جدو الإشارة ركزوا هكذا مثلا لاحظوا فقط هو الأصل حدث في الإشكال في البسط البسط عندنا هو إكس ينعدم عند صفر هكذا بقيم أقل ناقص وبقيم أكبر زائد معناه كأنما هنا ماذا تصبح لنا بقيم أقل لاحظوا تصبح صفر ناقص عوذ هنا بالصفر تصبح لغة رتم كأنما صفر ناقص على ناقص واحد هذه ماذا تعطي لكم أبنائي تعطي لكم ماذا تعطي لكم لغة رتم ماذا صفر زائد لأن هذا الناقص مع هذا الناقص لغة رتم صفر زائد مشهور لي ناقص ما لا نهاية هذه طريقة أبسط منهم بكثير يعني إلا أنه أود أحببت أنا أعلمكم بهذه الطريقة التي هي الطريقة التبديل المتغير فقط أبنائي الآن بعدما وجدناها قلنا أن وجدناها ناقص ما لا نهاية قال فسر هندسيا التفسير الهندسي إذن التفسير الهندسي هو أنه بكل بساطة X يساوي صفر مستقيم مقارب كيف هو عمودي بهذه البساطة ما معنى كلمة عمودي ربما فيه طلبة كثيرة تختارط عليهم بين العمودي والأفقي عمودي معناه هو هذا يا أبنائي بنفسه X يساوي صفر هذا هو محور التراتيب الآن بعدما أكملنا مع تلك السؤال نأتي الآن إلى السؤال الذي جاء بعده قال أحسب نهاية limit F لما X يقول إلى الناقص مالا نهاية العبارة الدلة هي ها هي عبارة الدلة لاحظ إذا نكتب هنا limit X يقول إلى الناقص مالا نهاية لعبارة الدلة F هنا لو نلاحظ جيدا هنا يوجد لنا مركب الدلتين عندنا لاحظ ها هي الدلة ابن هي الدلة إذا سميناها نسميها U وعندنا دللان ها هي نسميها V أركز وأرجوكم إذا قلنا هنا U ل X تساوي ماذا X على X ناقص 1 وعند فإن V X ماذا تساوي V X تساوي لنا لغارة ماذا X يعني هذه كليا كأنما لغارة X يعني هنا استعمال تركيب يعني أعلمكم هذه الطريقة فقط مع معنى نأتي الآن أولا نحسب نهاية هذه الدلة عند النقص مال النهاية تصبح limit X على X نقص 1 لما X يؤل إلى النقص مال نهاية بما أدى دلة تنظرية تقول أكبر حد على أكبر حد تصبح limit X على X لما X يؤل إلى نقص مال نهاية تعطي لنا ماذا تعطي لنا ركز أرجوكم إذن نهاية هذه البنت إذن هذه التي تكون في البطن وسميها كأنما البنت تصبح إذن وجدنا نهايتها كم واحد هذه القيمة هي التي تصبح تقول إليها الأم التي هي V تصبح كذلك limit V ل X لما X لا يؤل إلى النقص مال كما أعتقد البعض يؤل إلى الواحد إلى هذه النهاية ركز أرجوكم يؤل إلى الواحد تصبح تساوي limit لان لاحظوا X لما X يؤل إلى الواحد وتساوي لنا ماذا اللغة ماذا واحد وتساوي الصفر إذن يعني هذه نهاية هذه الدلة هنا في هذا المكان أبنائي كم تعطي لنا تعطي لنا الصفر هذه هنا فقط الآن بعدما وجدنا هنا الصفر في هذه الدلة بقي لنا نعوذ عند نقص من عند X هنا كم تعطي لكم ناقص هنا استعملت خوص تركيب إذن هذه التي بالداخل أعطيت لنا كم واحد يعني تتحول إلى ماذا تتحول إلى كليا إلى هنا واحد اللغة ماذا اللغة واحد ما هو هو الصفر إذن ذهبت هذه كليا إلى الصفر تعالوا الآن نعوذ فيما تبقى لنا هنا يعطي لنا كم أبنائي يعطي ناقص ملل هذه فقط الآن بعدما أكملنا مع تلك نأتي إلى السؤال الذي جاء بعده قال بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي في مجال نقص ما ننهي إلى الصفر فإن عبارة الدلة المشتقة هي كالتالي ما علينا الآن أبنائي إلا الإتيان بعبارة الدلة ها هي أمامكم ونقوم بعملية الاشتقاق معناه نقول F فتح ل X تساوي مشتق هذه X لي مشهور واحد مشتق الخمسة صفر زائد 6 في الآن نضع خط كسرها كذا ونبدأ نعمل نقطة بنقطة مشتقة الدلة اللغة المية ماذا تقول القائدة مشتقة الدلة اللغة المية إذا قلنا لان F معناه مشتق هذه العبارة مشتق أي دلة داخل داخل اللان هي F فتح على F هذه هو القانون العام معناه هنا إذا جئنا إلى العبارة اللي هي هذه العبارة مشتق ما بداخلها على ما بداخلها على ما بداخلها نتركه كما هو ها هو أمامكم لاحظوا ها هو سوف يكتب هنا فقط ويبقى لأن كذلك مشتق ما بداخله إذا حولنا هنا إلا أن لا ننسى هنا رمز المشتقة فقط مشتق ما بداخل اللان يعني F فتح على F إذا قلنا هنا F فقط الآن ماذا سوف نتحصل أبنائي سوف نتحصل على العمل التالي تساوي هنا كذلك إبقى لنا واحد زائد ستة ونجعل خط كسرها كذا ونأتي الآن إلى مشتق البسط هذا مشتق البسط كذلك لو ندق يعني هذه يعني كأنما هذه العبارة نقوم باشتق هي مشتق دال ماذا تناظرية مشتق دال التناظرية أو ناطقة ماذا تقول قاعدة إذا قلنا U على V المشتق يسين مشتق البسط في المقام ناقص مشتق المقام في البسط هكذا على المقام مربع ما معنى أبنائي معنى لو نأتي الآن على المقام مربع أول شيء حتى لا تخطيط نجعل خط كسر هنا نبدأ بالعمل مشتق البسط كم أبنائي ها هو أمامكم واحد في المقام X ناقص واحد ناقص مشتق المقام هذا لما نشتق هو واحد وهذا صفر يصبح ناقص إذن واحد فقط في البسط على المقام مربع لهو X ناقص واحد كيف هو مربع على ماذا أبنائي على هذه القيمة تبقى دائما هنا هاي القاعد نكمل ماذا ينتج أبنائي ينتج يساوي واحد زائد ستة ونأتي الآن إلى هذا الفعل نكمل نقطة بنقطة حتى لا تخطيط الأمور تصبح لو نكمل هنا العمل أنه ننزع ماذا ننزع الأقواس ها هي أنا قوم بنزعها وهنا ننزعها ونكمل النشر ماذا ينتج ينتج كما أشير هنا أنه هذا يذهب مع هذا مباشرة تبقى لنا ناقص واحد ناقص إذا نكتب هنا ناقص واحد ونأتي هكذا بوضع خط كسر ونكتب هنا ماذا أبنائي نكتب إكس ناقص واحد الكل مربع وفي المقام نتركه وهو إكس على إكس ناقص واحد نحن نعلم أبنائي أنه كسر على كسر إذا كان عندنا A على B على B C على D درسنا أنه الأول هذا يبقى كما هو وهو A على B والآخر يصبح D على C هذه قواعد درستمها في المتوسط أو في الابتدائي إذن نتابع جيدا معناه تصبح لنا ماذا أبنائي تصبح تساوي واحد زائد الأول يبقى كما هو لهو قلنا يبقى لدينا هو ناقص واحد على X ناقص واحد الكل مربع في الثاني هذا ينقلب يعني ماذا ينتج عليه ينتج عليه أنه يصبح X ناقص واحد على X ركز أرجوكم ماذا سوف يحدث أبنائي بما أنها عملية عملية في ونسينا هنا رقم 6 دائما يبقى يتبعون أمامكم سوف يختزل هذا مع هذا تصبح ماذا تصبح واحد زائد 6 لاحظوا أبنائي هكذا ونلاحظ وندقق ماذا سوف يبقى يبقى لنا ناقص واحد هنا ويبقى لنا X ناقص واحد في X لأن هذا في هذا وهذا في هذا إلا أنه هذا ذهب يترك في مكانه الواحد فقط نكمل أرجوكم وتابع هل نصل إلى المطلوب الذي طلب مننا أم لا تصبح F فتح ل X تساوي هنا ما علنا إلا التفكير في شيء واحد ألا وهو توحيد المقام لاحظون واحد المقام لأن مقام هذا هو في الأصل لما نواحده يعني نضربه في هذا ماذا تصبح أبنائي تصبح X ناقص واحد في ماذا في X في واحد لأن هذا هو واحد له المقام وهذا الستة يضرب في هذا العدد ماذا ينتج ينتج ناقص ستة على X ماذا في X ناقص واحد لأن الضرب عملية تبديلية فقط هذا جعلته من هنا وهذا من هنا تعالوا الآن نكمل العمل ماذا ينتج أبنائي ينتج أن F فتح ل X تساوي تعالوا الآن نكمل عملية النشرة هل نتهصل على المطلوب أم لا X في X ناقص واحد وهنا ما علينا إلا هذا في هذا كم يصبح لنا X مربع وهذا في هذا يصبح لنا ناقص X أن الواحد هذا لا يحدث شيء أصلا يصبح المطلوب الذي كنا نبحث عليه يركز هل توصلنا إليه أم لا أظن أن توصلنا إليه تابعوا جيدا ها هو أمامكم قد توصلنا إلى تلك العملية بكل بساطة لاحظوا ها هي أمامكم وها هو الشيء الذي توصلنا إليه إذن نحن على صواب بهذه البساطة مطلقة فقط الآن بعدما أكملنا مع تلك السؤال نأتي إلى السؤال الذي جاء بعده قال استنتج اتجاه تغير F ثم شكل جدول تغيرتها إذن نتابع جيدا سوف نترك جدول تغيرت هنا لأن بعد ما هي المشتقة ها هي المشتقة المشتقة الآن أبناء إشارتها من إشارة ماذا لو نأتي الآن إلى المقام المقام أبنائي بما أن الدل اللغة رتمية فإن هذا المقام ولا تحتوي على القيمة المطلقة لو كانت قيمة مطلقة يصبح له تأثير كبير المقام إلا أن بما أن لا يوجد قيمة مطلقة أنصحكم أن هذا دائما مجب تماما مجب تماما لأن الدل اللغة رتمية فقط لأن هذه لو تدقق هذا وهذا الشيء إشارتهم متشابهتان لأن إشارة كسر إشارة البسط في المقام البسط في المقام وها هو البسط وها هو المقام إذن قيمة إذن هذا إذن معروفة بما أن هاللغة مية معنى هذا حتى يكون مجب فيجب أن يكون إشارة هذا في هذا يكون قيمتهم زائد إذن هذا يجب أن يكون مهما كان فهو قيمة مجب احتراما لمجموعة تعريف لغة مية معنى تصبح إشارة هذه الدلة من إشارة هذا المسؤول وهو البسط هذه حتى تكون على دير إذن نقول إشارة F فتح لإكس من إشارة ماذا من إشارة إكس مربع ناقص إكس ناقص ستة لأن المقام كيف هو موجب تماما لأن هذه العبارة حتى تدقق هي نفسها إشارة من إشارة هذه التي أوضحها هنا ليس العبارة المتشبهة إنما الإشارة الآن ما علينا الآن إلا أن نأتي إلى هذه العبارة أبنائي ونقوم بحساب دالتا نبحث عن إشارتها إذن دالتا يساوي بمربع ناقص أربعة A في C ال B ها هو ناقص واحد يعني نصبح ناقص واحد مربع ناقص أربعة في A واحد في C ناقص ستة تصبح أكيد خمسة وعشرون لأن هنا أربعة وعشرون مع زائد واحد تصبح خمسة وعشرون إذن جذر دالتا يساوي خمسة أو ناقص خمسة هنا بكل بساطة تصبح المعادلة العبارة لها جذران يصبح X واحد يساوي لاحظ أرجوكم قلت X واحد يصبح ناقص B ها هو B ناقص واحد مع ناقص واحد قلنا ناقص بها هو B ناقص واحد والناقص لتلك القانون يصبح واحد زائد جذر أو ناقص جذر دالتا لايهم زائد جذر دالتا اللي هو الخمسة على اثنان في A يصبح كم أبنائي A واحد يصبح يساوي 6 على اثنان اللي هي الثلاثة X اثنان يساوي لنا نفس الخطة أبنائي ركز أرجوكم تصبح B ناقص جذر دالتا على اثنان A تصبح ناقص أربعة على اثنان هي ناقص اثنان إذن هذه القيمة أبنائي تأن عدم عند الثلاثة وعند النقص إذن تعالوا نتحقق هل نحن على صواب لو قلنا هنا كم تعطي لنا تعطي لنا 9 ناقص 3 ناقص 6 0 إذن نحن على صواب نأتي الآن نعوذ بنقص اثنان تعطي لنا هنا كم 4 ناقص ناقص 2 كم تصبح 2 ناقص 6 0 إذن نحن على صواب إذن القيمتان متحصل عليهم حقيقة تعدم تلك العبارة الآن نأتي بوضع جدو الإشارة ليس للمشتق إنما لهذه العبارة فقط وهنا أبناء ماذا نفعل نأتي إلى هذا الفئل هكذا سوف لتلك العبارة لم أقل مشتق لا زال المشتق لم أتحدث عليها هنا نتابع هكذا نلاحظ أبناء هكذا ونأتي بالعبارة ها هي العبارة أبنائي نضعها هنا كي تظهر لكم جليا إذن ماذا نقول هنا من ناقص مال نهاية إلى زائد مال لم أتحدث عن مجموعة تعريف بعد أنا أتحدث عن إشارة عبارة هذه فقط وجدناها تنعادل عند الناقص اثنان وعند الثلاثة هكذا وهكذا معادلة من درجة الثانية تقول هذا كيف هو موجب أن القيمة المضربة في مربع موجب تقول هنا نفس وهنا نفس وهنا أكس بهذه البساطة فقط الآن هذه إشارة البسط ونحن الآن نحتاج إلى مجموعة تعريف الدالة الدالة معرفة من ناقص ما ماذا نفعل الأبناء هنا هنا لو تدقق معي جيدا كأن ما نحتاج من هذا الجدوى الأبنائي نحتاج من هنا فقط نحتاج من هذا المكان فقط نحتاج من قيمة تسمى صفر أما هذا الباقي لا نحتاجه معناه لو نأتي الآن إلى جدوى المشتقة جدوى المشتقة لأنه يعني المهم أركز أرجوكم سوف الآن نأتي إلى جدوى المشتقة وتدقق وتنظر بأمي أعيونكم هكذا ابنائي الآن وهكذا ثم هكذا والآن نبدأ بعملة هنا من ناقص ما لنهاية إلى الصفر هنا بما أن الدالة غير معرفة غير قابلة الاشتقاء كذلك لاحظوا أبنائي فقط قلنا أن المسؤول الأول عن الإشارة هو هذا لهو ماذا X قلنا مربع ناقص X ناقص 6 لكن الآن نأخذ إلا الجهة الأخرى هذه الجهة فقط معناها نحتاج الناقص 2 فقط الناقص 2 تعديمها لا جدال يقول أحدكم والثلاثة يأستاذ الثلاثة لا ينتمي إلى مجموعة التالج إذن لا نهتم إذن نقول هنا ناقص هنا زائد ها هي زائد وعندنا هنا لقيق ها هي أمامكم وأعيد ربما أوضحها ها هي ماذا تركت لنا من هنا هنا عندنا ناقص وهنا ناقص إذن تركت لنا ناقص معناها تصبح ماذا تصبح F فتحة ل X بكل بسطة ماذا أبنائي هنا زائد وهنا تنعدم وهنا ناقص ونغلق الجدول بأبسط الطرق هكذا يعني في الأول عليكم أن تعتقمون بتعيين إشارة العبارة على R ثم تأخذ المجال الذي معرف في الدالة نقول الدالة F كيف هي أبنائي مت زايدة على المجال ما هو المجال من هنا إلى هنا لهو من ناقص مالا نهاية إلى الناقص 2 هكذا والدالة F كيف هي متناقصة على ماذا أبنائي من الناقص 2 إلى 0 مفتوح فقط عند الاثنان يمكن غلقه لأن إذا قلنا متناقصة فقط لم نزيد كلمة تمام نتركه مغلوق ولما تكون مرات متناقصة تمام يعني يكون مجال مفتوح لجدال هكذا بهذه البساطة المطلقة فقط أبنائي عين ماذا تغيرات الدلال الآن ثم شكل جدول التغيرات سوف نقوم بتشكيل جدول التغيرات بأبسط طريقة ها هو جدول التغيرات تعالوا نقوم بعملية المل فقط أول شي نعين مجموعة التعريف من ناقص عفوا نقول X من ناقص ما لا نهاية وهنا الصفر ونجعل خطها هكذا معنا الدل غير معرفة ثم نأتي الآن إلى أن المشتقل هي F فتح ل X تنعدم عند الناقص 2 وهنا نأتي ونجعل هكذا دقيقوا قلنا هنا ماذا قلنا أن هنا زائد هاي زائد ومن هنا ناقص ثم نأتي إلى جهة الأخرى اللي هو الدل عبارة الدل F ل X قلنا أن الدل كيف هي متزايد معنا هكذا وثم متناقص معنا هكذا ثم نقوم بعمل المل وجدنا عند النقص ما نتتذكر عند النقص مالا نهاية وجدنا ناقص مالا نهاية وعند الصفر بقيم ماذا بقيم أقل وجدنا ناقص مالا نهاية وهنا نحسب F لناقص 2 F لناقص 2 سوف نأتي الآن إلى عبارة الدلة ونقوم بحسابها تعالوا نعوذ في عبارة الدلة لاحظ ها هي عبارة الدلة تعالوا نعوذ بنقص 2 إذن نكتب هنا نقص 2 هنا نقص 2 وهنا نقص 2 وهنا نقص 2 ماذا ينتج أبناء ينتج تساوي هذا مع هذا كم تصبح 3 زائد 6 في لغة رتم ناقص 2 على ناقص 2 والناقص لاحظ ناقص 2 ونقص 1 تصبح ناقص 3 يذهب هذا النقص مع هذا النقص تصبح لنا 3 زائد 6 في لغة 2 على 3 إذن هنا نكتب بأبسط طريقة نكتب 3 ثلاثة زائد 6 في لغة ماذا 2 على 3 ونتركها كما هي بهذه البساطة هل هي قيمة مجابة أو قيمة سليبة سوف نبحث بعد قليل الآن نتابع جيدا أو يمكن لكم حساب ذلك بالآلة الحاسبة لاحظوا هنا إذا قلنا الدلة غير مغرفة هم عملت التشطيب فقط الآن بعدما اكملنا مع هذا السؤال نأتي إلى السؤال الذي جاء بعده تابع بين أن المستقيم دالت الذي معادلته ي يسوي إكس زائد خمسة هو المستقيم المقارب المائل المنحني cf بجوار نقص مال نهاية بجوار نقص مال إذن هنا لحساب ذلك ماذا نقول نحسب limit f ل x ناقص y هكذا لما x يقول إلى ناقص مال نهاية يجب أن نجد ها صفر يجب ليس هل لأن السؤال بين تعال نكتب limit ماذا أبنائي limit عبارة الدلة ها هي أمامكم ها هي أمامكم ناقص y ها هو ال y لاحظوا عبارة ال y ها هي عبارة ال y أبنائي نأتي بها هنا إلا أن لا ننسى الأقواس هكذا مع x يقول إلى ناقص مال نهاية أكيد سوف يذهب هذا مع هذا مع هذا مع هذا يقول أحدكم لماذا لأن أدخل عليهم ال ناقص وصبحون ال ناقص x و ناقص 5 ماذا يبقى لدينا يساوي limit 6 في لغة رتم x على x ناقص 1 لما x يولي لل ناقص من النهاية قد تحدثنا على هذا لقلنا كم هي النهاية يا أبنائي ركزوا النهاية لو تتذكرونها وجدناها كم سفر يقول أحدكم لماذا يا أستاذ لأن نستعمل قلت التركيب لاحظوا هذه النهاية عند نقص من كم لغة ماذا هذه أكبر حد على أكبر حد لأنها ناطقة أكبر حد على أكبر حد يعني تصبح لكم واحد على واحد لغة تسوي كم تسوي لغة مواحد ولغة مواحد كم مشهورة الصفر إذن هذه تعطي لكم صفر نهاية الفرق تطلب لكم صفر ومن ماذا ضاد مستقيم مقارب مائل لكن بجوار الناقس ملانية ليس زايد ملانية لأن الدلة غير معرفة عند زايد ملانية في هذه الحالة ثم الآن بعدما برهل ذلك سوف نقوم أبنائي بماذا ثم طرح السؤال آخر قال أدرس الوضعية وضعية C F بالنسبة إلى دلتا الوضعية ما هي أبنائي نقول هي إشارة هذه الوضعية إشارة الفرق بين ماذا F ل X ناقص Y على D F على مجموعة التعليف يعني نحتاجها على مجموعة التعليف ما معناه معناه إشارة الفرق معناها نأتي بعبارة F ل X ناقص عبارة المستقيم ها هي أمامكم ناقص هذه القيمة لا ننسى الأقواس تساوي أكيد سوف يذهب هذا مع هذا مع هذا مع هذا تصبح 6 في لغة رتم X على X ناقص 1 هذه نريد أن نبحث عن إشارتها أولا نجعلها تساوي الصفر ونلاحظ نجعلها تساوي الصفر هل 6 يساوي الصفر لا إذن جداء عددين وهو A في B يساوي صفر إما هذا إما هذا إما A إما B إذا قلنا 6 هل 6 6 لا تساوي صفر أكيد من هو الذي يمكن أن يساوي صفر يمكن هو لان X على X نقص 1 نجعلها تساوي الصفر الصفر مشهور ما هو أبناء الصفر مشهور هو اللغة 1 1 يذهب من هنا لان ومن هنا لان بعد إدخال الأسية فقط قانون درستموه لما ندخل الأسية سوف يذهب لان يعني تصبح هكذا هذه الكتابة يذهب هذا مع هذا وهذا مع هذا من خاصية أسية لان A حيث A عدد مجب تساوي A معناها سوف يذهب كليا يبقى لنا هذا الشيء فقط هكذا تبقى لدينا العبارة لاحظ أركز أرجوكم هنا سوف نقل هذا إلى هذا الطرف ماذا ينتج أبناء ينتج X على X ناقص 1 ناقص 1 تساوي الصفر ركز أرجوكم ماذا ينتج أبنائي ينتج أنه نوحد المقام X ناقص لاحظوا هنا يصبح X ناقص 1 على X ناقص 1 تساوي ماذا ينتج ينتج أنه X ناقص X زائد 1 على X ناقص 1 ركز يذهب هذا مع هذا تصبح لاحظ أبنائي 1 على X ناقص 1 1 لقد أبنائي الآن علينا أن نتذكر أعطت لنا 1 على X ناقص 1 مع لا ننسى أن مجموعة التعريف وهي DF تساوي لنا من ناقص مال نهاية إلى الصفر مفتوح إشارة هذه العبارة أكيد من إشارة المقام لأن قلنا أن البسط أبنائي لاحظوا إلى البسط أنه قيمة كيف هي قيمة موجبة بهذه البسطة المطلقة الآن لو نأتي إلى إشارة إذن إشارة الفرق من إشارة أبنائي ماذا؟ X ناقص 1 هذه القيمة X ناقص 1 نجعلها تساوي السفر نقول هذا إلى هذا طرف تصبح X يساوينا 1 لو نأتي الآن إلى وضع جدول إشارة لهذه القيمة المسؤولة عن الوضعية تابعوا أرجوكم حتى تعلموا هكذا أبنائي لاحظوا الأمور جد بسيطة نتابع ثم نأتي ونجعل هكذا عندنا قلنا هكذا إذن عندنا هنا X من ناقص ما لا نهاية لاحظوا إلى الزائد ما لا نهاية وعندنا العبارة ما هي قلنا العبارة هي X ناقص 1 ينعدم عند الواحد هكذا من هنا ناقص ومن هنا زائد لكن لا ننسى شيء أبنائي أن مجموعة التعريف دال قلنا من الناقص ما لا نهاية إلى الصفر مفتوح الصفر أين يقع ها هو الصفر أبنائي ركزوا أرجوكم ها هو الصفر هنا الدال من هنا هكذا أنها غير معرفة يعني هنا بما أن يوجد عندي ناقص يبقى هنا كذلك ناقص لأن لا دخل له لأن المسؤول هنا هذا لهو الواحد الآن معناه هذا الجزء الذي أشطبه لا نحتاجه أبنائي معناه ماذا نقول نقول أي واحد على X ناقص 1 قيمة كيف هي سالبة في المجال ما هو أبنائي من الناقص ما لا نهاية إلى الصفر مفتوح هكذا لأن مجموعة التعريف أبنائي من الناقص ما لا نهاية إلى الصفر فقط أما الباقية لا نحتاجه عندنا الإشارة التي تحصلنا عليها يناقص ومنه ماذا نقول ومنه C F يقع لاحظوا يقع أسفل ماذا دالتا بهذه البساطة فقط لو كان مثلا هكذا هنا الواحد وأصبحت ناقص زائد والدلة معرفة مثلا على R نقول من هنا يقع أسفل وهنا يقطع وهنا نقول يقع فوق فقط لكن شاءت الأقدر أنها جاءت هكذا من ويقع تحت أسفل دالتا بهذه البساطة الآن بعد ما أكملنا مع الوضعية سوف نأتي الآن إلى بيّن أن المعادلة F لإكس تقبل حلين ألفا وبيطا أعطي لنا الألفا محصور في هذه الجهة والبيطا محصور في هذه الجهة الآن للإجابة على هذا السؤال أكيد هنا يأتي في ذهن لنا مباشرة نظرية قيم وتوسطة أولا نحتاج في نظرية قيم وتوسطة إلى جدول التغيرات لماذا جدول التغيرات؟ لأنها سوف يرينا أشياء عدة وعديدة إذا نتابع سوف نأخذ معنا جدول التغيرات أبنائي لأنها نحتاجه وهذا هو جدول التغيرات أولا سوف نقوم بقسمة العبارة أو هذه الحل هذا إلى جزئين الأول إلى هذا الجزء إذن نقول البرهان البرهان أن المعادلة ما هي المعادلة أبنائي؟ التي هي F لX يساوي السفر تقبل حلا في لاحظوا حلا هذا اسمه ماذا؟ اسمه ألفا حيث ألفا محصور ما بين الناقص ثلاثة ونصف وناقص ثلاثة فاصل أربعة أولا نلاحظ إلى الدالة في هذا المجال أولا نلاحظ إلى القيمة التي هي هذه هي ثلاثة زائد ستة في لغة رثم ماذا؟ لغة رثم قرنا إثنان على ثلاثة وجدناها تساوي لنا صفر فاصل ستة وخمسون هكذا وجدناها أبنائي بكل بساطة يعني بالتقريب الآن سفر فاصل ستة وخمسون معناها هذه تصبح هنا كأنما سفر فاصل ستة وخمسون معناها تكون من هنا من ناقص ملنهاية إلى هذه القيمة يوجد سفر من هنا وكذلك من هنا موجب لما ننزل ننزل هكذا إلى النقص ملنهاية سوف أن نجد في طريقنا ماذا؟ السفر لهذا يوجد قال يوجد حلان نعم يوجد حلان ها هي أف لإكس تساوي سفر عند ماذا؟ عند هنا شيء يسمى ما هو ألفا وعندنا كذلك ركزوا وعندنا البيطة لهو من ناقص واحد فاصل واحد إلى ناقص واحد يكون هنا البيطة لما تكون البيطة لإكس يساوي بيطة تكون الأف لإكس كم أبنائي تساوي سفرة حتى يعني تترجم هذه الأمور إذن نقول بما أن الدالة أف كيف هي في هذا المجال؟ من ناقص ثلاثة ونصف إلى ناقص ثلاثة فاصل أربعة من ناقص ثلاثة ونصف إذا جئنا إلى هنا وقلنا ناقص ثلاثة ونصف وهنا ناقص ثلاثة فاصل أربعة الدالة كيف هي أبنائي؟ لاحظ سأقول لكم هنا هنا الدالة أكيد هي متزايدة هي متزايدة إذن بما أن الدالة أف مستمرة أولا وأكيد ومعرفة ثانيا وماذا؟ ومتزايدة كيف تماما على المجال ما هو المجال؟ لهو ناقص ثلاثة ونصف وناقص ثلاثة فاصل أربعة هذه الشرط الأول الآن بقينا واف لماذا؟ ناقص ثلاثة ونصف واف لناقص ثلاثة فاصل أربعة ركزوا أرجوكم هنا أبنائي لو نلاحظ إلى هذه صورة هذه القيمة لها ناقص ثلاثة ونصف ها هو الصفر أرى أنها قيمة سالبة لأنها تقع تحت الصفر إنها تقع تحت الصفر لأنها هو الصفر يتقع تحته لها تصبح اف لناقص ثلاثة ونصف إذن تقع كيف هي قيمة سالبة وهذه الصورة كيف تكون؟ مجابة إذن هذه مجابة ماذا نقول بما أن أحد مجاب الآخر سلب أو يمكن أن تذهب إلى الدالة وتعوذ بالعبارة هنا بثلاثة ونصف بالناقش وهنا نقص ثلاثة ونصف وهنا نقص ثلاثة ونصف تجدون قيمة سلبة لا جدال في ذلك حسب مبرهنة القيم المتوسطة فإن المعادلة أفلي إكس تساوي السفر تقبل حلا اسمه ألفا حيث ألفا محصور ما بين الناقص ثلاثة فاصل أربعة والناقص ثلاثة فاصل خمسة هذا الجزء الأول الآن بعد ما اكملنا مع ناظرة قيمة وسيطة في الجزء الأول نأتي إلى الثاني الآن في الحالة الثانية أبنائي نفس الخطة يعني نفعل مثل ما فعلنا في الأول إلا أنه نلاحظ أنه شيء فقط يعني ربما سوف نلاحظه فقط وبنائي ما هو هو أنه المجال قد تغير الأكيد ليس هو مثل الألفا إنما هي البيطة لاحظوا جيدا إذن ها هو نقول البرهان أن أف لإكس تساوي سفر تقبل ماذا؟ حلا وحيدا ألفا بيطة بيطة في المجال ما هو المجال أبنائي؟ ها هو أبنائكم في هذه القيمة أكيد لي هو من ناقص واحد فاصل واحد إلى غاية الناقص واحد مفتوح تعالوا الآن نأتي إلى جدول تغيرات عندنا هنا ها هي البيطة لما تنزل أبنائي تصبح الاف لإكس كم؟ سفر القيمة من هنا ناقص واحد فاصل واحد ومن هنا نقص واحد أركزوا الدالة كيف هي في هذا المجال؟ من هنا إلى هنا ألاحظ أنها ليست متزايدة إنما متناقصة نقول بما أنها أف مستمرة وأكيد ومعرفة أكيد معرفة وماذا أبنائي؟ مستمرة ومعرفة ومتناقصة تماما على المجال المجال أكيد الذي ليس نقول المجال الذي يتحرك فيه البيطة فقط هذا ما هو تهدفون من ناقص واحد فاصل واحد إلى الناقص واحد هكذا هذه الأول و آف لناقص واحد فاصل واحد وآف لناقص واحد ركزوا أرجوكم هنا لو ندقق جيدا صورة هذه القيمة هي ناقص واحد فاصل واحد تقع فوق الصفر كيف تكون؟ تكون مجابة عوضوا في الدلة عوضوا اذهبوا عوضوا بآف لناقص واحد فاصل واحد سوف تجدنا قيمة مجابة إذن هذه القيمة أكيد مجابة والآن هذه ها هو الصفر تظهر هذه القيمة هنا أصغر من الصفر فقط أو عوضوا بالدلة في الآلة الحاسبة سوف تجدون قيمة مجابة وقيمة سليبة حسب مبرهنة القيم المتوسطة فإن المعادلة ما هي المعادلة لابنائي؟ آف لإكس تساوي السفر تقبلوا حلا بيطة حيث هذا البيطة محصول بين الناقص واحد وماذا؟ والناقص واحد فاصل واحد فقط ما معناه؟ الآن ما هو في رأيكم أبنائي؟ معناها قد برهننا ذلك ما هو التفسير البياني لهذه الكلمة؟ لماذا طرح هذا السؤال في رأيكم؟ طرح هذا السؤال أبنائي ربما حتى تكون على علم أن تفسير البياني لكلمة آف لإكس يساوي السفر أي أي فواصل أي فواصل نقاط تقاطع ماذا؟ سي آف مع محور ماذا؟ الفواصل معناها المنحني لما يأتي يمر مثلا هكذا يمر مثلا هنا نقاطع على هذه القيمة إذا سميناها آفا وهذه نسميها بيطة مثلا معناه لأن هذا هو الذي يمثل لنا محور الفواصل بهذه البساطة المطلقة أبنائي إذن قد جاوبنا على هذه السؤال التي الآن إلى أنشئ المنحني هنا لإنشاء المنحني أكيد نحتاج إلى أمور عدة وعاددة من بين الأمور التي نحتاجها أبنائي أكيد نحتاج إلى جدول التغيرات ها هو أمامكم جدول التغيرات نتابع وعندنا أمر آخر لاحظ المستقيم المقارب لهو دالتا ما هو الدالتا إذن معادلته إيغراج يستيقلنا إكس زائد خمسة وعندنا نظرية القيمة المتوسطة اللي هي الألفة والبيطة كذلك ها هم الألفة والبيطة نحتاجهم كذلك في عملية الرسم الأبنائي ندقق والدالة أنها قلناها معرفة من الناقص من النهاية إلى الصفر وقلنا أن الصفر مستقيم مقارب كيف هو عمودي ها هو أمامكم إذن هذا إكس يساوي صفر الآن عندنا كذلك ماذا أبنائي ندقق عندنا سوف نستعمل جدول مسائد إكس وإيغراج إكس وإيغراج لنعوذ مثلا بماذا نعوذ ربما نعوذ بالصفر الخمسة ربما لا تظهر هنا عندنا في المعلم نعوذ مثلا بناقص واحد كم تعطي لنا؟ أربعة إذن ناقص واحد هذه ناقص واحد مع ماذا مع الأربعة تكون في هذا المكان نعوذ مثلا بناقص اثنان بناقص اثنان الصفر لا نعوذ به لأنه أصلا تدل غير معرفة هناك ناقص اثنان ناقص اثنان تعطي لنا إذن ككم أبنائي لو نعوذ هنا بناقص اثنان تعطي لنا ثلاثة إذن ناقص اثنان مع ثلاثة هاي الآن سوف نقوم بعملة بعملية الرسمة نتابع الآن أبنائي سوف نقوم بعملية ماذا؟ بعملية الربط فقط بين النقط نتابع إذن هكذا سوف يأتينا لاحظوا هكذا ونسمي هذا ضالطة فقط الآن عندنا ماذا؟ عندنا كذلك القيمة الحدية ها هي اللي هي ناقص اثنان مع الإقلاق قلنا 0.56 يعني 0.56 يعني ها هو النصف يكون أكبر من النصف بقليل فقط أبنائي إذن هنا ونجعل قيمة هدية هكذا عندنا كذلك أبنائي عندنا الألف قلنا عن الألف ما هي؟ الألف أنها محصورة بين الناقص ثلاثة ونصف والناقص ثلاثة فاصل أربعة ناقص ثلاثة ونصف هاي النقص ثلاثة إذن يكون مثلا في هذا المكان ألفا والبيطة يكون بين الناقص واحد والناقص واحد فاصل يعني يكون في هذا المكان هنا كما أشير الآن نبدأ بعملية الرسم أبنائي والوضعية قلنا أنه يقع أسفل قلنا أنه يقع أسفل سوف نقوم بالتكبير هكذا أمامكم أبني حتى تكون أمور جدا واضحة أتابعوا أبني إذن سوف نقوم إذن ها هي قيمة حدية إذن قلنا أنه أولا سوف يشمل علينا على هذه النقطة اللي هي الألفا وهنا من هنا ينزل إلى القيمة بيطة متجها نحو ماذا متجها نحو الجدار لهو إكس يساوي السير كمستقيم مقارب عمودي ومن هنا جئنا كذلك أنه مستقيم كيف هو مقارب كيف هو مائل يعني يصبح يقترب إليه هكذا يقترب إليه أبني نقطة بنقطة ها هو الآن يقترب سوف نقوم بالتصغير هكذا ها هي أمامكم يعني الرسم منطبقا مثل ما هو موجود أبنائي على جدول التغييرات ها هي أمامكم ها كذا أبنائي ثم يذهب إلى هذه القيمة الحدية العظمى هي اللي هي الذروة هذه ثم ينزل متجها مثل ما هو ها هو الدالتا يأتيكم هكذا ثم ينزل هنا مع هذا الجدار اللي هو إكس يساوي السفر بالبساطة المطلقة فقط الآن بعد ما أكملنا مع هذا الشيء سوف نأتي الآن إلى نعتبر النقطة النقطتان ما هم النقطتان؟ أكيد النقطتان لتاني هما إحداثية هما كالتالي قال بيّن أن عندنا هذا مستقيم معادلة معادلة دي كارتية للمستقيم حتى تكون معادلة دي كارتية للمستقيم معناه عندنا ها هو مستقيم مثلا ها هو مستقيم حتى يكون إذا قلنا أنه هنا يشمل نقطة A ونقطة أخرى B وعنده معادلة أكيد حتى تكون النقطة مثلا A من هذا المستقيم يجب أن تكون إحداثيات تحقق ماذا لما نأتي بالإحداثيات إلى هنا تحقق لنا المعادلة وكذلك النقطة بهذه لو نأتي بقيامها ونعوذها هنا سوف تحق المعادلة هذا هو الشرط الشرط الأول معناه سوف نأتي ب معادلة ها هي معادلة المستقيم ها هي أمامكم ونأتي بالنقطة A ها هي النقطة A ونضع إحداثيها هنا بالداخل هل يعني نجد التساوي أم لا ركزوا أرجوكم النقطة X ها هو نأتي إلى X ونعوضه هنا هل و Y ها هي قيمة Y هذه قيمة Y نعوضها هنا إذن كيف أبنائي بأبسط طريقة نأتي لنضع هكذا ركزوا ركزوا أرجوكم إذن نضع هنا ماذا نضع هذه قيمة قلت هنا في Y تصبح هكذا ثلاثة زائد ستة في اللغة ماذا ثلاثة على أربعة هل تساوي يعني علمت استفهام هل تساوي لنا ماذا أبنائي واحد على اثنان في مكان قلنا X نعوض بناقس واحد معناه هنا نعوض بناقس واحد هكذا أبنائي زائد ماذا زائد سبعة على اثنان زائد ستة في اللغة الماذا ثلاثة على أربعة معناه سوف نبقى نكمل مع هذا الجزء من هنا فقط أبنائي ركزوا أرجوكم هنا هنا لون المقام بما أنهم واحد معناه يمكن أن ننزع هذا مع هذا ونكتب ماذا ناقس واحد زائد سبعة على اثنان تساوي لنا ماذا أبنائي تعطي لنا ستة على اثنان ستة على اثنان مشهورة أنها قيمة كم أبنائي لهي ثلاثة لاحظوا أن هذه القيمة لو نجعلها معادلة صفرية يذهب هذا مع هذا يعني القيمتان أصبحت متساويتان ومنه ماذا نقول ومنه A تنتمي إلى A B بكل بساطة فقط يعني تنتمي إلى هذا المستقيم عندنا كذلك الآن مع النقطة ماذا نأتي الآن لنجرب مع النقطة B كذلك ها هي إحداثيات أو مركبات النقطة B ها هي بنفس الخطة سوف نأتي بي وضع كل واحد في نفسه إذن فيما كان هذا الـ X يعضع هنا وهذا الـ Y يوضع هنا ماذا ينتج أبنائي ينتج خمسة على اثنان زائد ستة في لغة ماذا ثلاثة على أربعة هل تساوي لنا بكل بساطة يعني إذا كنا نفعل هكذا بالفرنسية أو العربية لم تستفهم ليهم يساوي لنا ماذا واحد على اثنان فيما كان قلنا X معوض بناقص اثنان نركز زائد ماذا سبعة على اثنان زائد ستة في لغة ماذا ثلاثة على أربعة تساوي بما أن هنا المقام مواحد ماذا تصبح لنا تصبح سبعة ناقص اثنان وهي خمسة على اثنان زائد ستة في لغة رتم ثلاثة على أربعة لاحظوا جيدا أبنائي إلى هذه الجهة أنها أصبحت تساوي هذه الجهة ومنه ماذا بي تنتمي إلى أبي يعني هذه النقطة تنتمي إلى هذه المستقيم بما أنها تنتمي النقطة الأولى تنتمي والنقطة الثانية تنتمي إذا كيف يمكن أن نقول إذا حققت يعني حققت معادلة إذا نقول وبما أن إحداثيات A و B حققت المعادلة فإن المعادلة ما هي Y يسوي لنا واحد على اثنان X زائد سبعة على اثنان في لغة رتم عفوا زائد قلت زائد ستة لغة رتم ثلاثة على أربعة هي معادلة أكيد دي كارتية دي كارتية للمستقيم ما هو المستقيم أبنائي للمستقيم A و B لأن تلك إحداثيات هذه النقاط حققت المعادلة هذه وهذه بما أنها حققت المعادلة وهو مستقيم فأكيد سوف يكون يشمل ماذا؟ يشمل النقطة A والنقطة B إذا بما أنهم يشملوهما فهو مستقيم لهما فقط الآن بعدما أكملنا أو هما يشكلان المستقيم الآن نأتي إلى سؤال أباء قال بين أن المستقيم A أكيد معادلته ها هي سوف نقوم بجلب معادلته لأن نحتاجها أبنائي ها هي معادلة المستقيم سوف نضعها هنا أمامكم حتى تروا بعض الأشياء نتابع قال يمس المنحني سي أف نقطة آم سيفر يطلب تعيين إحداثية ما معنى؟ معنى كلمة آم سيفر معنى معادلتها ما إحداثيها هو إكس سيفر و إجراج سيفر ركزوا أرجوكم إكس سيفر و إجراج سيفر هنا حتى نقول يمس كلمة يمس معنى من كلمة مماس أن يصبح آم بهذا هو عبارة عن مماس للمنحني 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 سيفر لو نأتي الآن سوف نوضح ذلك بأبسط طريقة ها هو مثلا إذا قلنا هكذا إذا قلنا أنه ها هو السي أف ها هو السي أف ها هو السي أف مثلما شرحناه من قبل لاحظوا أني حتى تكون الأمور جدا واضحة إذا قلنا مثلا ها هو المماس هكذا مثلا لو يؤتينا يريد مثلا أن يقلنا مثلا يمسه في هذا المكان لاحظوا يمسه لا يقطعه فرق بين المس والقطع ها هو يقطعه ما يمسه في هذا المكان يريد أن نبحث على هذه النقطة أم كم إحداثيها فقط هنا لفعل ذلك نقول ماذا نقول نحل المعادلة ما هي المعادلة أبنائي أف لإكس صفر تساوي معامل التوجيه تساوي معامل التوجيه للمستقيم ما هو المستقيم A B أركز و أرجوكم ما هو معامل المستقيم هو القيم المضربة في الإكس مشهورة هذه أي مستقيم يكتب يكتب يساوي لنا A X زائد B هذه الأ دائما تمثل معامل التوجيه معناه ماذا نكتب نكتب هكذا معناه تصبح لنا F فتحة ل X صفر تساوي معامل التوجيه لوكم نصف ونحل المعادلة لإيجاد X صفر لما نجد X صفر نذهب إلى معادلة المستقيم أو إلى عبارة الدلة ونعوذ بال X صفر الذي وجدناه فنجد تلك النقطة فقط هذه هي الخطة الخطة قد عرفت الآن العمل كيف تتم العمل إذن نأتي هكذا ها هي عبارة المشتقة في مكان قلنا X نضع كم X صفر X صفر X صفر نجعلها تساوي كم أبناء واحد على إثنان ها هو معامل التوجيه نحل هذه المعادلة ماذا ينتج لو نستعمل جداء الطرفان في جداء الوسطين هذا في هذا يساوي هذا في هذا ماذا ينتج ينتج إثنان في X صفر مربع ناقص X صفر ناقص ستة هكذا يساوي X صفر في X صفر ناقص واحد لأن هذا في هذا ركز نكمل الآن العمل تصبح ماذا يصبح إثنان X صفر مربع ناقص إثنان ناقص إثنان X صفر ناقص إثنى عشر تساوي X صفر مربع ناقص X صفر لأن أنا أقوم بعملة نشر فقط بهذه البساطة الآن نجعلها معادلة سفرية لو ننقل هذا إلى هذا الطرف تصبح ماذا تصبح X X صفر ناقص يعني X صفر مربع ناقص X صفر مربع وعندنا هذا لو ينقل إلى هنا كم تصبح ناقص X صفر زائد لأن هذا سوف يأتي بقيمة زائد لما ينقل إلى زائد معنا تصبح ناقص X صفر ناقص عندنا يبقى لنا ناقص ماذا ناقص نسقل 12 يساوي 0 ركز أرجوكم هنا معادلة من الدرجة الثانية ما علينا إلا حساب دالتا إذا يصبح لنا دالتا ماذا بمربع ها هي هذه قيمته ناقص 1 مربع يصبح 1 ناقص أربعة في ناقص إثنى عشر تساوي لنا تسعة وأربعة لأن هذه تعطي لنا ثمانية وأربعون والواحد تساوي أربعون إذا يصبح جذر دالتا يساوي لنا سبعة ما معنى أبنائي معنى يصبح إكس 1 يساوي إكس صفر 1 يعني ناقص بي ناقص سبعة على اثنان اللي هو الأهنم واحد مشهور هو واحد تصبح إكس صفر لواحد لأن المعادلة تصبح لها حلان إكس صفر لواحد تصبح لنا لاحظوا هنا كم ناقص ستة على اثنان ناقص ثلاثة الحل الثاني إكس سفر لإثنان يسوينا واحد زائد سبعة على ماذا؟ على اثنان يسوينا ثمانية على سبعة على اثنان وهي أربعة لكن أبناء ندقيق هذا ينتمي إلى دي أف وهذا أبناء لا ينتمي إلى دي أف ما معناه؟ معناه هذا الأربعة مرفوض أما هذا الناقص ثلاثة مقبول لماذا أبناء مقبول لأن قلنا دي أف من تسوينا من الناقص مال نهاية إلى الصفر وهذا لا ينتمي الأربعة لا تنتمي إلى هذا المجال أبناء لهذا قمنا برفضه إذن ماذا نقول في الأخير؟ نقول ومنه لاحظوا أبناء هكذا نقول ومنه أبي يمس سي أف في النقطة أم إحداثيها كم أبنائي؟ لأن ناقص ثلاثة وآف لناقص ثلاثة بهذه البساطة آف لناقص ثلاثة ما معناه؟ معناه لو نأتي الآن إلى عبارة الدالة لو نعوذ بالناقص ثلاثة ماذا ينتج لنا؟ نوعوذ هنا بناقص ثلاثة وهنا بناقص ثلاثة وهنا بالناقص ثلاثة وهنا بالنقص ثلاثة تعطي لكم كم؟ إثناني ركزوا أو نأتي الآن يعني يمكن تبسيل ذلك سوف نقوم نعوذ هنا بالنقص ثلاثة فقط لأن النقطة تنتمي إلى المستقيم كما كذلك تنتمي إلى ماذا؟ كما تنتمي إلى المنحاني معناه نعوذ بالنقص ثلاثة ماذا ينتج لنا؟ تصبح لنا تساوي يعني يصبح Y يساوي لنا ماذا؟ يساوي لنا ناقص ثلاثة على اثنان لاحظوا زائد سبعة على ماذا على اثنان زائد ستة في لغار previously ثلاثة على اثنان ماذا ينتج لكم أبنائي وركزوا هذا على هذا هذا مع هذا كم يصبح 4 على 2 وهي 2 زائد 6 في لغة 3 على 2 يا أبناء لماذا لأن النقطة تنتمي إلى المستقيم كما تنتمي إلى المنحاني معناه تصبح النقطة أم لأنه طلب من تعيين إحداثيها إذن تصبح النقطة أم صفر إحداثيها وهي ماذا ناقص 3 وماذا وإثنان زائد 6 لغة 3 على 2 بهذه البساطة المطلقة فقط الآن بعدما أكملنا مع إحداثيات النقطة أم صفر وها قد ظهرت نأتي الآن إلى السؤال الذي جاء بعده قال لتكن جي الدالة المعرفة من ناقص ملانية إلى الصفر كما يلي قال بيّن أن جي دالة أصلية للدالة أف نقول تكون جي دالة أصلية لأف إذا كان جي فتحة لأكس يساوي أف لأكس معناه سوف نقوم بماذا أبنائي فقط سوف نقوم باشتقاق النقطة أشتقاق أو عمل اشتقاقية للدالة جي ونجدها أف إلا أن أين هي عبارة الأف أبنائي سوف نقوم بجلب عبارة الأف حتى يظهر لكم ذلك جليا لاحظوا هنا ها هي عبارة الدالة أف ركزوا إذن سوف نقوم بجلب عبارة الدالة أف نعم ها هي أمامكم لاحظوا أبنائي إذن ها هي عبارة الدالة أف حتى نضعها أمامنا حتى يعني يجب أن نصل إليها بعملات الاشتقاق تعالوا تصبح نقوم باشتقاق هذه القيمة كم هي أبنائي تصبح لنا إثنان إكس على إثنان وخمسة إكس زائد خمسة زائد ماذا مشتق هذه جداء دلتين مشتق هذا أو وهذه ذي ماذا تقول مشتق الأول تصبح مشتق الأول في الثاني زائد مشتق الثاني في الأول معناها تصبح ماذا ستة إكس لما نشتقه ستة في الثاني اللي هو ماذا هو إكس على إكس ناقص واحد زائد مشتق الثاني مشتق الثاني نتابع جيدا مشتق الثاني قد درسناه من قبل مشتق البسطي هذا نشتق هذا في المشتق البسطي مشتق البسط اللي هو على العبارة معنى مشتق هذه هنا نترك إكس على إكس ناقص واحد لأنه مشتق الدلل وغيرت من المشتق ما بداخلان على ما بداخلان لو نقوم باشتقاق إكس على إكس ناقص واحد للكل مربع عفوا ليس مربع نعتذر مشتق هذه العبارة مشتق البسط واحد في المقام ناقص مشتق المقام اللي هو واحد في البسطي على المقام مربع يصبح لنا هذا يذهب مع هذا تصبح ناقص واحد على إكس ناقص واحد لكل مربع معنى تصبح لنا هنا ناقص واحد على إكس ناقص واحد لكل مربع في ماذا في الأولي اللي هو ستة إكس ركزوا أرجوكم هنا لما يعني سوف نكمل مع عملية الاشتقاق مشتق الأول هذا الستة اكس في الثاني زائد مشتق الثاني قمنا باشتقاقه في الأول زائد هذا وهو ستة يبقى لنا ستة في مشتق هذه العبارة مشتق الدلال لغار التمية قلنا ما هو مشتق ما بداخل اللان لهو ناقص واحد لأن هذا تعطيكم ناقص واحد على ما بداخل اللان لهو واحد ناقص اكس تصبح ماذا ابني تساوي هذا يذهب مع هذا تصبح اكس زائد خمسة عندنا هذه الأمور هنا سوف تحدث بعض الأشياء من بين الأشياء التي سوف تحدث أنها نكمل عملية ماذا تصبح زائد ستة في لغار التمية اكس على اكس ناقص واحد زائد ركزوا أرجوكم إلا أن هنا سوف تنقلب بعض الأمور يصبح لنا ماذا ناقص واحد هكذا على اكس ناقص واحد الكل مربع وهذا قلنا أنه ينقلب يصبح ماذا يصبح اكس ناقص واحد على اكس ركزوا أرجوكم في ماذا في ستة اكس في ستة اكس زائد هذا هذه العبارة اللي نضرب وهنا في ناقص وهنا في ناقص ماذا ينتج ابناء ينتج أنه ستة على اكس ناقص واحد ركزوا أرجوكم لأن هذا في هذا كم يصبح يصبح لنا واحد في ستة لهو ستة وهذا يصبح ينقلب كل شيء تصبح ناقص اكس اكس والناقص واحد يصبح ناقص واحد ها هي أمامكم إلا أنه هذا يمكن أن يذهب ال اكس من هنا والاكس من هنا تصبح لنا اكس زائد خمسة زائد ستة في لغار التمية اكس على اكس ناقص واحد ناقص زائد ركزوا هنا أبنائي عندنا هذا كذلك يذهب مع هذا يصبح يبقى لنا ماذا يبقى لنا أنه هذه ستة تضرب في هنا تصبح ناقص ستة على اكس ناقص واحد زائد ستة على اكس ناقص واحد يذهب هذا مع هذا تصبح لنا ها هي القيمة لهي اكس زائد خمسة زائد ستة في لغار التمية اكس على اكس ناقص واحد وتساوي لنا ماذا ابنائي اف لي اكس ها هي امامكم في الاخير قد وجدنا ماذا انه وجدنا لما قمنا بعملية يعني الاشتقاق ها هي عبارة الاف لي اكس اي ماذا اي انه جي فتح لي اكس اعطت لنا اف لي اكس فقط ومنه جدالة اصلية لي اف فقط وفي الاخير اتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة جزاكم الله خيرا وزروا موقعا لو صفحة الفيسبوك للاستاذ نور الدين ليصلكم جديدا باستمرار والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة